موسيقى قمنا بترميم هذا المنزل المؤلف من عشرة غرف وقمنا بتقسيمه إلى ثلاث أقسام أربعة أقسام منها المكتب الإداري لمتابعة أحصاء وتوسيع دوي الاحتياجات الخاصة في مدينة عزاز من المقيمين والنازحين في البلد إلى الآن وصل العدد إلى 231 شخص من دوي الاحتياجات الخاصة القسم الثاني هو قسم التمريد قسم رعاية المسنين رعاية المسنين نقوم بتقديم كافة المقيمين في المنزل هنا نقوم بتقديم كافة الخدمات لهم من ملبس ومأكل ومشرب الطبابي ومنامي كل شيء تدفية كل شيء يقدم لهم أنا درست بمعهد المكفوفين بحلال ومثل ما درست أنا بمعهد المكفوفين بلغة برايل ففتتحنا هو مركز بعزاز بدار صناع الأمل عم ندرس طلاب مكفوفين لغة برايل على القراءة وكتابة عن طريق لمس وفي عنا الحمد لله أمن نسخ قرآن اللي بيتعلم نعطي نسخة قرآن وفي عنا مثلا الشغل على النواطق التاليفون برنامج من نزل ونواطق ترجمة نانسي قنقر